السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم على قناتنا ستيب باي ستيب لو اول مرة تشوفنا ياريت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات وتعمل لايك وشير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويريت تسيب لنا كمان كومنت برأيك عن المحتوى اللي بنقدمه اصدقائي اصدقائي ستيب باي ستيب ازايكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه واخباري المذاكرة ايه؟ طبعا اللي متابعنا ومتابع الفيديوز يعرف اننا بناخد حاليا الالفابت وهي الحروف واخدنا الالفابت من اول حرف الاي لحد حرف جي ياريت نكون فاكرين النهاردة درسنا مختلف شوية وحاجة مميزة وجديدة النهاردة عندنا درس عن الكلارز درس عن الكلارز الكلارز اللي هي الالوان طبعا الالوان شيء مبهج وموجود في حياتنا وحوالينا في كل مكان النهاردة هنعرف اسماء الكلارز دي بالانجليش زي ما احنا عارفين الكلارز بالعربي عندنا الكلارز اول كالر معانا او اول لون معانا هو اللون الاحمر هو اللون الاحمر احمر بالانجليش يعني red 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 برافو ممكن نمسك ورق او قلم ونكتب الحاجات اللي بنشوفها حوالينا باللون الاحمر يا ترى اللون الاحمر ده موجود في ايه حوالينا ممكن يكون اللون الاحمر موجود حوالينا في حاجات كتير زي اللي موجودة على الشاشة فمثلا يبقى معانا فستان احمر يبقى red dress اوكي ممكن ناكل تفاحة حمراء تبقى ايه بقى red apple تمام او بقى اللونة حمراء او غيره لو مسكنا ورق او قلم وكتبنا الحاجات اللي بنشوفها باللون الاحمر هيبقى الموضوع لذيذ ومسلي بالنسبة لنا يبقى اللون الاحمر هو red اوكي red ممتاز طيب يا ترى اللون التاني معانا هيبقى لون ايه نشوف كده اللون الاصفر اللون الاصفر بالانجليش يعني yellow اوكي yellow yellow طيب اللون الاصفر موجود في ايه حوالينا اللون الاصفر موجود في حاجات كتير على سبيل المثال البانانا لونها اصفر sun الشمس لما تبقى طلع كده في الظهر بتبقى ايه بقى بتبقى yellow lemon وحاجات تانية كتير يبقى كده اخدنا red يعني احمر واخدنا yellow يعني اصفر اللون التالت معانا هيكون لون مميز جدا وموجود حوالينا كتير وهو اللون الاخضر اللي هو ايه بقى green نقول مع بعض green اوكي green يعني اخضر ايه الحاجات اللي حوالينا اللي موجودة باللون الاخضر طبعا زي ما فيه تفاحة حمراء فيه تفاحة خضرة فايه نقول بقى ايه green apple green apple عندي مثلا الخيار اخضر عندي العنب اخضر عندي الشجر حواليه والاعشاب خضرة عندي كمان ايه؟ عندي الفلفل الاخضر حاجات كتير موجودة حوالينا بتكون باللون green او اللون الاخضر اللون اللي بعده هيكون ايه يا طرى؟ تعالوا نشوف اللون اللي بعده هو اللون الازرق اللون الازرق يعني blue ازرق يعني blue ازرق يعني blue 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 اوكي؟ نطقه سهل جدا ومع التكرار هنعرف ننطقه بشكل كويس طيب قبل ما تظهر السور قدامنا على الشاشة نحاول نفكر مع بعض يطر اللون الازرق موجود في ايه حوالينا؟ نفكر كده يطر السماء لونها ايه؟ يطر البحر لونه ايه؟ انا كده سهلتها عليكم جدا في حاجات كتير حوالينا موجودة باللون الازرق زي ما احنا شايفين على الشاشة فكده يبقى معانا blue يعني ازرق اوكي؟ ممتازين اللون اللي بعده برافو هو اللون البرتقاني او الورنج هو اللون الورنج او رنج او رنج او كي؟ طيب ايه موجود حوالينا او رنج؟ الورنج اللي هي البرتقانة اللونها او رنج او كي؟ فدي حاجة لطيفة بعد كده عندنا الكاروت اللي هو الجزر ممكن يكون عندنا الكاروت باللون الورنج وحاجات تانية كتير موجودة حوالينا باللون الورنج اللي هو ايه؟ اللي هو اللون البرتقاني اللون اللي بعده يا ترى اللون البنك اوكي بنك 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 يعني ايه يعني بمبا ممكن يكون عندي شوز لونها بنك ممكن يكون عندي فستان لونه بنك ممكن وردة جميلة حدي الديهاني روز يبقى لونها بنك فاللون البنك موجود في حاجات كتير حوالينا اوكي يبقى اتفقنا ان اللون البنبا اسمه بنك نيجي لللون اللي بعده ده اللون البني اللون البني يعني براون نخلي البي خفيفة ما ننطقشوا فيها هوا نقول براون اللون البراون موجود في ايه اهم حاجة ان اللون البراون موجود في حاجة كلنا بنحبها اللي هي ايه بقى اللي هي الشوكولاتة او la CC لتشوكولات دايما بتبقى باللون البني. طبعا عندنا تشوكليت بيضة بس الاغلبية بتحب التشوكليت البني. دي كلها حاجات ممكن تكون موجودة حوالينا باللون البني. وانت كمان لازم تفكر وتبص كده حواليك يا ترى ايه تاني موجود باللون البني. ونشوف اللون اللي بعده. اللون اللي بعده هو اللون الابيض. اللون الابيض. والابيض بالانجلس يعني white. white. white يعني ابيض. وكل الحاجات اللي حوالينا دي او اللي موجودة قدامنا على الشاشة باللون الابيض. زي ايه مسلا؟ زي جوس اللي احنا اخدناها في الفيديو اللي فات. اللي هي الوزة. عندنا مسلا رابت. ارنب. عندنا هورس. حصان. عندنا الاج لونها ابيض. البيضة. ايه كمان؟ عندنا باللون الابيض. عندنا الملك باللون الابيض. اللون الابيض متواجد في حاجات كتير حوالينا. واللون الابيض اللون مريح كده للعين. فهنلاقيه في حاجات كتير موجودة حوالينا. اللون اللي بعده يا ترى هيكون ايه بقى؟ ترى هيكون عكس الابيض ولا حاجة غير؟ تعالوا نشوف. عكسه. اللي هو اللون الاسود. اللون الاسود او بلاك. اسود يعني بلاك. بلاك. اسود يعني بلاك. ودي كلها حاجات ممكن تكون موجودة باللون البلاك. يعني ممكن نشوف قطة سودة. ممكن نشوف شوز سودة. جزمة سودة. ممكن شعارنا يبقى اسود. الفحم لونه اسود. وحاجات كتير حوالينا موجودة باللون الاسود. اللون اللي بعده وهو اللون الرمادي او الجري. اوكي؟ جري. 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 جري يعني رمادي. ودي حاجات ممكن نلاقيها باللون الرمادي. تمام؟ زي ما موجودة عندنا بالشاشة. اللون الجري او اللون الرمادي. يبقى كده اخدنا مجموعة الالوان اللي ممكن نلاقيها حوالينا وطبعا فيه الوان اكتر من كده. بس حابين نراجع على الحاجات اللي احنا اخدناها. يبقى اخدنا الاحمر red وال اصفر هو اليالو. اخدنا الgreen اخضر. اخدنا البلو ازرق. اخدنا الورنج. اخدنا الping. اخدنا الbrown اللي هو البني. اخدنا الwhite اللي بيض. والبلاك الاسود. واخدنا ال grey. وبكده حبيبي نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. وما ننساش نعمل subscribe للقناة ونعمل like وشير للفيديوز. ويا ريت كمان نعمل comment تقولونا رأيكو في حلقة النهاردة. شكرا جدا لكم واشوفكم في حلقة جديدة مع قناتنا step by step. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة